شيع الفلسطينيون اليوم في بلدة الرام بالقدس المحتلة جثمان الشهيد يوسف محيسن الذي ارتقى مساء أمس برصاص الاحتلال الإسرائيلي وكانت اندلعت مواجهات بين أهالي بلدة الرام وقوات الاحتلال الإسرائيلي بعد المجزرة التي ارتكبت في مدينة جنين ومخيمها وأسفرت عن استشهاد عشرة فلسطينيين وبذلك ترتفع حصيلة الشهداء الفلسطينيين منذ بداية العام إلى واحد وثلاثين شهيدا من بينهم أربعة أطفال